مرحب بكم عزيزي المشاهدين في حلقة جديدة من حلقات سين وجيم وعنوان حلقتنا أساور للرجال في الجنة ونشوف السؤال من موقع الإسلام سؤال وجواب بيقول إيه وجد أساور مصنوعة من بلاستيك مطط أو قماش أو جلد أو خيط أو حديد وتكون ملونة ومرسوما عليها رسومات مختلفة وارتدأها يكون للزينا فقط وهي غير مقتصرة على النساء في عرف قومه إنما يلبسها الرجال والنساء كما هو حال في مصر ومن يرتديها من الراديوين أو مشجأة قرة القدم أو غيرهم لا أعتبرهم أحد متشبهين بالنساء أبدا أرجو الإجابة هل حلال أم حرام لبس هذه الأساور يبقى فيه واحد بيسأل هل حلال ولا حرام أنه يلبس أساور وخصوصا أن المجتمع مش بيرفض ده وأن الرجال لما بتلبس الأساور دي زي اللي بيلعبه قرة ومشجعينه قرة والحاجات دي روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لعن رسول الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال وفي رواية للبخاري أيضا لعن النبي المخنسين من الرجال والمترجلات من النساء قال اخرجوهم من بيوتكم فقد تبين من الحديثين المسكورين تحريم تشبه الرجال بالنساء وعكسه وهكذا تحريم أفعال المخنسين وهم ظلم يوعى والتخنص في الهيئة قال مبارك فوري رحمه الله أي المتشبهين بالنساء في الزي واللباس والخضاب والصوت والصورة والتكلم وسائر الحركات والسكانات وده في تحفة الأحوات يبقى هنا ذكر حديثين أن الرسول قال لعن المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال ولعن المخنسين من الرجال والمترجلات من النساء ووصف الرجالة اللي بتتشبه بالنساء بالميوع والتخنص وخريا نكمل الإجابة ثانيا لبس الأسابر سواء كانت من الشكل المذكور في السؤال أو غير ذلك من الصور سواء كانت من جلد أو معدن أو غير ذلك محرمة على الرجال لأنها من لبسة النساء وزينتهن ولا يلبسها من الرجال إلا من فيه تخنص وتشبه بالنساء وليس الأمر كما ذكر في السؤال من أن أهل مصر لا يعتبرون ذلك تشبههم بالنساء أبدا بل الغالب على أهل المرؤات والأخلاق أنهم ينكرون ذلك ويأنفون أن يلبسوا أبنائهم وزويهم ولا نعلم أحد في مصر ولا غيرها من مجتمعاتنا الإسلامية والعربية يرى أن لبس ذلك سائغ لأهل الدين والمرؤة وهنا أكد أن لبس الأساور سواء كان معدن أو جدد محرم على الرجالة والرجل اللي بيلبس أساور ده بيكون فيه تخنص وبتشبه بالنساء وأنكر أن مصر فيها يعني أن هما بيعتبروا أن لبس الأساور للرجالة ده عادي وخلينا نكعمل الإجابة قال الشيخ زكري الأنصاري رحمه الله وللرجل لبس خاتم الفضة للاتباع والإجماع بل يسن له كما مرة لا لبس السوار بكسر السين ودمها ونحو كالدملج والطوق فلا يحل له ولو منفضة لأن فيه خنوصة لا تطلق بشهامة الرجال يبقى هنا الشيخ زكري الأنصاري أكد أن ممكن الرجل يلبس خاتم فضة لكن لبس السوار حتى لو كان فضة يعني لا يحل له لأن ده فيه خنوصة ومبتلقش بشهامة الرجال ونكمل الإجابة وقال ابن حجر الهيتمي رحمه الله يحرم التشبه بهن عيب النساء بلبس زيهن المختص بهن اللازم في حقهن كلبس السوار والخلخال ونحوهما بخلاف لبس الخاتم ينبغي على الرجل أن يختار من الزين ما يناسب رجلته ويناسب مجتمعه الذي يعيش فيه ثم يكون قبل ذلك كله مقبولا في دينه يبقى ابن حجر الهيتمي حرم التشبه بالنساء زي السوار والخلخال بخلاف طبعا لبس الخاتم وقال أن الراجل يختار من الزينة اللي يناسب رجلته غاية كده كويس طب هل ما يناسب رجلة الرجل أن الله يغريه بلبس الأساور في الجنة؟ شوفوا معي الحديث بيقول إيه كنت خلف أبو هريرة وهو يتوضأ للصلاة فكان يمد يده حتى تبلغ أبته فقلت له يا أبا هريرة ما هذا الوضوء؟ فقال يا بني فروخة أنتم هاهنا لو علمت أنكم هاهنا ما توضأت هذا الوضوء سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء والكلام التصحيح قدامكم هل أبو هريرة كان نفسه في كم إسورة زيادة كده في الجنة؟ فكان بيتوضأ غاية تحت إبطه والكلام ده سمع من رسول الإسلام أن الحلية تبلغ من المؤمن حيث يبلغ الوضوء هل أنت تعرف أنك كمسلم الله بيغريك بالأساور في الجنة؟ وده في الكرآن شوفوا معيه فين؟ صورة الكهف 31 وَلَأَكْ لَهُمْ جَنَّات عَدَن تَجْرِي مِنْ تَحْتُهُمْ الْأَنْهَارِ يَحَلَوْنَا فِيهَا مِنْ أَسَاورِ مِنْ زَهَبْ ويلبسون سيابا خضر من سندس واستبرك متكئين فيها على أرائق نعمة سواب وحسنت مرتفقا طيب أنت كمسلم هتلبس أساور من ذهب اللي هي متحرمة في الدنيا وهتلبس سياب لونها موحد يعني كل سكان الجنة أخدر بيقلمع هل دا مش فيه تخنص لمحرم على الأرض وبيغربين رجالة في الجنة وخلينا كمان نشوف صورة الحج 23 بيقولي أن الله يدخل الذين أمانوا وعملوا صلاحات جنات تجي من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولقلق ولبسهم فيها حرير وصورة فتر 33 أكدت نفس الكلام بتقول جنات عدن يدخلنها يحلون فيها من أساور من ذهب ولقلق ولبسهم فيها حرير شوف معايا كمان الولدان المخلدين هيكونوا لبسين إيه في الجنة فصورة الإنسان 19 بيقول ويتوف عليهم ولدان مخلدون إذ رأيتهم حسبتهم لقلق منصور وتفسير الكرطبي بيقول إيه مخلدون أي باقون على ما هم عليه من الشباب والغضدة والحسن لا يهرمون ولا يتغيرون ويكونون على سن واحدة على مر الأزمنة وقيلة مخلدون لا يمعتون وقيلة مصورون مقرطون أي محلون والتخليد التحلية وأنا هنا سؤالي لكل مسلم ليه أنت كراجل الله بيغريك بشيء مرفوض ومقزس في الدنيا أنه أنت تحطي أن الراجل كده يكون فيه أداء أساوره في رجل أساوره ولبس أخضر بيلمع هل المنظر ده مش منظر حد مخنص يعني لو واحد شاف واحد في الدنيا كده مفوض أي مجتمع ساوي بيرفض المنظر ده ليه لما بتقرأ ده في القرآن هل أنت لما بتقراها دي حاجة أنت بتتمنها كراجل الحديث بيقول لعنى الله المتشبهين بالنساء وبيغريك أنك هتكون متشبه بيهم في الجنة وألتقي بكم في الحلقة القادمة من سين وجيم ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة